الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة واجهت التحديات بكافة أدوات قواتها الشاملة على مدار السنوات الماضية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وخلال كلمتي بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو شدد الرئيس السيسي على أن قوات الجيش والشرطة البواسل نجحت في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته وأوضح أن مصر وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باستفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة أعلن الرئيس السيسي أنه تم رصد مائتين مليار جنيه لكل مرحلة من مراحل مبادرة تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة وخلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري أكد الرئيس السيسي أن هناك برنامجا ضخما لكل وزارة داخل القرى موجها التحية لكل من ساهم وشارك في التجهيز لمبادرة حياة كريمة تشهد محافظة الفيوم العديد من أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يتم حاليا إعادة رفع المقاسات الخاصة بمخطة رفع بعزبة فرحات التابعة لمركز إطصة كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بمجمع الحمولي بمركز يوسف الصديق بدأت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تنفيذ عدد من المشروعات في محافظة أسوان حيث تم استلام مواقع مجمع الخدمات بجميع الوحدات القروية بمركز نصر النوبة كما تم بدء العمل لإنشاء وتطوير مراكز الشباب بقرى مركز إطفو والبدء في إحلال وتجديد محاولات القهرباء حيث سيتم البدء بخمس وحدات محلية كمرحلة أولاة لها جميع الوحدات نظمت وزارة السياحة والآثار زيارة تعريفية لوفد إعلامي روسي لتصوير تقرير تلفزيوني عن مقاومات السياحة في مصر ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة عددا من المواقع السياحية والأثرية في القاهرة والأقصر والغردقة من أجل إبراز تنوع وتميز المنتج السياحي المصري مع تسليط الضوء على كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تتخذها كافة المنتجات والفنادق والمواقع والمزارات السياحية والأثرية المصرية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 579 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 211 384 حالة وفي بينها اليومي أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 251 حالة إصابة جديدة فضلا عن 21 حالة وفا قال الوزير الأول الجزائري الجديد أيمن بن عبد الرحمن أنه سيعمل على التطبيق الفعال لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون وعقب مراسم استلام مهامه الجديدة كوزير أول خلفا لعبد العزيز جراد أكد بن عبد الرحمن عزمه على العمل بكل جهد وقوة للتكفل بالمهام الجاسيمة الموكلة إليه من أجل المضي قدما في نموي وتطوير الجزائر أدنت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان وأكدت الحكومة التونسية أن الاعتداء يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها مشددة على رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها أكد الرئيس الصيني الأمين العام لللجنة المركزية للحزب الشيوعي شي جيمبينغ أن الحزب الشيوعي الصيني وحد الشعب الصيني وقاده خلال الأعوام المائة الماضية نحو تحقيق النهوض العظيم للأمة الصينية وبمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني شدد الشياء على أن الشعب هو البطل الحقيقي لأنه يصنع التاريخ مشيرا إلى أنه يجب التمسك بالقيادة الحازمة للحزب الشيوعي الصيني نهاية منجزة الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخيري مصر بعد الفاصل